تتجه أنظار العالم إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً نفط كمصدر أساسي لإنتاج الكهرباء مع ظهور حقول استراتيجية للغاز خاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث أظهرت أحدث التوقعات العالمية أن الطلب على الغاز الطبيعي سيبلغ 835 مليون طن سنوياً بحلول 2030 وهنا ظهرت متغيرات أساسية في معالم صناعة الغاز التحولت أهم وأكبر الأسواق المستوردة والمستهلكة للغاز إلى مصدرة وتغير وضع الدول المصدرة إلى مستوردة كما أخذت الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط بإعادة تقييم مراحل الإنتاج والاستهلاك للنفط والغاز فيها في الأردن ورغم تجاوز بعض النتائج السلبية للتوترات السياسية والأمنية في المنطقة إلا أن الطاقة تبقى المشكلة الاقتصادية الأساسية إذ تبلغ فاتورة الطاقة 4 مليارات دينار سنوياً ما يشكل 21% من الناتج المحلي الإجمالي بعد توقف ضخ الغاز من مصر منذ 2011 وتوقف العراق عن تزويد الأردن بالنفط بسبب الأوضاع الأمنية منذ نهاية 2013 الحكومة الأردنية راهنت بدورها على عدة مشاريع واتفاقيات إقليمية وقعتها كحلول لمعالجة أزمة الطاقة إضافة إلى خططها بزيادة التعريفة الكهربائية للمستهلكين حتى 2017 لكن هل يمكن تحقيق ذلك خصوصاً في منطقة ساخنة ومتوترة وغير مستقرة وتبرز فيها خلافات شديدة تتحكم بمفاصل مهمة في العلاقات الإقليمية والدولية تبقى الصعوبات كثيرة ومتعددة في هذا الملف إذ تتقاطع مصالح الفرقاء والحلفاء لكن في الوقت نفسه هناك محاولات أمريكية لتحقيق الأهداف المطلوبة من بينها اتفاقات الغاز الإسرائيلي التي تأتي تأكيداً للاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى خلق مصالح اقتصادية بين إسرائيل والدول العربية